السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما بيجي البرد والمطر أول حاجة بيتبادر لذهننا البطاطا المشوية الجميلة اللي كلنا بنحبها أول حاجة طبعا بيتم نقع البطاطا في وعاء كبير مليان مية مدة ساعتين تلاتة تصفي كل التراب اللي فيها وتتغسل كويس وبعد كده بنجيب صانية بنحط عليها ورق فويل وسكر وقرفة ونص كباية من المية وأهم حاجة طبعا السكر والقرفة حسب الرغبة أهم حاجة ان احنا نقفلها كويس ما نخليش لها اي منفذ بالمرة طريقة قفلها هي اللي بتضمن تماما انها تستوي يعني بنقفلها بالفويل من جميع النواحي وبنسبتها بأيدينا من الأطراف بحيث نضمن ان ما يخرجش منها اي بخار بالمرة تحتفظ ببخارها وتستوي وتبقى طرية ومشوية زي ما احنا عايزين تماما خرجناها من الفرن ما شاء الله مهروسة هارس يعني لازم تبرد عشان نعرف نشلها طبعا أول حاجة لازم نختبر واحدة منهم ونشوف درجة الاستواء فيها ما شاء الله زي ما انتو شايفين يعني دايبة دوب وطبعا نسيت أقول لكم ان بنعمل فتحات بالسكينة فيها عشان السكر يتغلغل في الأنسجة بتاعتها ويدي طعم جميل زي ما انتو شايفين كده مشوية تماما ومهروسة ودايبة وبتلمع ولونها جميل جدا وفي أجواء البرد مفيش أجمل من كده ان شاء الله الفيديو يكون عجبكو وإلى اللقاء في فيديو آخر